مرحبا بكم مشاهدينا مع الريتنج والملخص الاسبوعي منصة اسبانية تشتري حقوق عرض مسلسل اسمعني قامت شركة ايكورايتس والمسؤولة عن بيع حقوق الادراما التركية الشبابية اسمعني ببيع المسلسل الى منصة موفيستار بلس الاسبانية وهي منصة مسبقة الدفع ومن بعد مدة من عرض المسلسل عبر المنصة سوف يتوفر مجانا للمشاهدة في اسبانيا عبر احدى القنوات المجانية يذكر ان المسلسل بدأ مؤخرا في تركيا ومع شرائهم لحقوق المسلسل منذ بدايته تعتبر بداية جيدة لهذه الدراما من ناحية المبيعات الدولية مسلسل يوم جديد بين تركيا واسبانيا من المعروف بان الممثل قدير دولو يمتلك حاليا شركة انتاج مختصة في القطاع الدرامي والفني واول مسلسل سوف يكون من انتاجه هي دراما يومية بعنوان ليليفر والبطلة هي كاميلة دوارتي وعلى حسب سيرتها الشخصية فهي تتمكن من اجراء المحادثات باللغة التركية اي ان صوتها في المسلسل سوف يكون طبيعي ولن يستعينوا بالدبلاج ومن سيشاركها ايضا في البطولة الممثل جان فرال والقصة عن قدوم فتاة مكسيكية من اسبانيا الى تركيا كعروس والاخراج سوف يكون من قبل المخرج ميتين بالك اولو من اعماله السابقة مسلسل في السراء والضراء واللطخة يعني لاول مرة رح يكون مسلسل يومي من اخراج مخرج عنده خبرة في هذا المجال على عكس بقى المسلسلات اليومية اللي بيكون المخرج فيها مبتدئ اما موعد العرض لم يحدد بعد لكن التصوير مستمر حتى الان انسحاب الممثل شالار ارتغرل من مسلسل المنظمة فالعنوان ليس بجديد وقد يكون مألوفا للبعض حيث انه منذ العام الماضي كان الممثل شالار قد قرر الانسحاب من مسلسل المنظمة ذلك وحين انتهائهم من تصوير الموسم الاول بحكم الخلاف الذي جرى بينه وبين شركة الانتاج وانتهى الخلاف باقناع الممثل شالار بان يستمر معهم طيلة الموسم الثاني ملبين لجميع شروطه ومن شروط الممثل شالار حينها كانت هو بانه لن يستمر معهم للموسم الثالث والموسم الثاني هو الاخير بالنسبة له من هي شركة موراد بوز في فيلمه الجديد؟ هو المغني والممثل موراد بوز هو الذي تميز كثيرا باختياراته لاجمل الافلام لتكون من بطولته مثل الافلام الشهيرة وهي هيا ان شاء الله واقتلني يا حبيبي والان يستعد بان يعود من جديد في فيلم بعنوان سترى ذلك في احلامك ومن ستشاركه في البطولة الممثلة بورجو اوزبرغ والفيلم سوف يكون من كتابة اموت اتشلك ومن اعماله السابقة مسلسل بيت من ورق يذكر بان هذا الفيلم سوف يكون لصالح منصة امازون برايم اي انهم تمكنوا من جديد من الحصول على رخصة العمل في تركيا ذلك ومن بعد سحبها منهم بسبب اساءتهم الى تركيا في مسلسل هندي من انتاج امازون برايم المخرج الجديد لمسلسل عزيز وفي سلسلة الاستعدادات للموسم الجديد من مسلسل عزيز ومن جديد يتم تغيير مخرج المسلسل لتكون المخرجة المبتدئة نزاكة جوشكون هي مخرجة الموسم الثاني من عزيز ومن اعمالها السابقة مساعدة المخرج في بعض المسلسلات بطلة النسخة التركية من مسلسل تم اختيار الممثلة اسلي انفار لتكون هي بطلة النسخة التركية من المسلسل الامريكي والقصة حول طبيبة تنتقل الى مدينة اخرى في سبيل انقاذ ابنها ولكن ستصبح في مهمة مختلفة ومخرج النسخة التركية هو المنسحب مؤخرا من مسلسل عزيز وهو المخرج راجي كاراكوز والمسلسل سوف يعرض في الموسم الجديد عبر قناة فوكس تركيا ما هو جديد مسلسل متحف البراءة بطولة تشتاي أولسوي كان من المخطط بان تكون لدراما القصيرة متحف البراءة لصالح منصة امازون برايم لكن وبحكم ما حدث مع منصة امازون برايم في تركيا الا انهم عادوا من جديد العمل في تركيا لكنهم تخلوا عن فكرة انتاج هذا العمل لكن الجديد قام الرئيس التنفيذي لمنصة ديزني بلس في تركيا بطلب حقوق فكرة المسلسل لكي يقوموا بانتاجه وطلبوا من شركة القمر التركية باعداد المشروع من البداية لصالح منصتهم ليعرضا في عام 2023 وان لم يحدث اي تغييرات فبطل المسلسل هو تشتاي أولسوي انضمام جديد الى مسلسل حفة الليل وبدور والدة ماجدة او نسلهان في احداث مسلسل حفة الليل انضمت الممثلة ايبرو ايكاش الى المسلسل وسوف ينطلق التصوير بشكل رسمي في نهاية الشهر الجاري ومن الوجوه التي سوف نشاهدها في هذه القصة التي تتحدث عن محامية ولكن فقيرة هم كل من زحل أولجاي وتوبا أنسال وباستميس سؤزدامير وليفاند أزدليك وبارتان أسلاني وقونجا يقود وشيدان بيرام والمسلسل سوف يكون لصالح قناة ستار ليعرضا في شهر سبتمبر القادم انضمام ممثلة الى مسلسل الياقة المغبرة وابتداء من الحلقة الثالثة من الياقة المغبرة والتي سوف تعرض في اليوم الثامن عشر من شهر يوليو الجاري ذلك ومن بعد تأجيل عرضها بمناسبة إجازة عيد الأضحى سوف تنضم الممثلة بيغوم بيرغوران إلى الطاقم بدور الشخصية الماكرة نسرين أبطال مسلسل إسطنبول الجديدة تم اختيار كل من الممثل تانسل أنقال وأولاش تونة أبطالا للنسخة التركية من مسلسل نيو أمستردام ومع انضمام أولاش الى المسلسل ذلك يشير أيضا الى انسحابه من مسلسل بارباروس يذكر أن هذه الدراما الطبية مخصصة للعرض في الموسم الجديد أي في شهر سبتمبر القادم والمخرجة هي تشيدان بوزاليو من أشهر أعمالها السابقة مخرجة بعض حلقات مسلسل شقة الأبرياء أبطال الدراما الجديدة حكايات شرقية حديثة ومن كتاب الدراما التلفزيونية الناجحة جبل قنول يستعد لطرح مسلسل جديد بعنوان حكايات شرقية حديثة وهي الدراما قصيرة لصالح المنصة الجديدة تيرتي صفر وهي دراما مؤلفة من ثمانية حلقات فقط والأبطال هم كل من فياض ضمان وسميح أرتورك وقريبا سوف يعلن عن باقي الطاقم مسلسل أوزقياز الجديد انضمت الممثلة أوزقياز كضيفة شرف إلى الموسم الجديد من الدراما البوليسية بازت ومن المتوقع أن يتوفر الموسم الجديد للمشاهدة عبر الإنترنت في شهر سبتمبر أو أغسطس القادم الدراما الجديدة البحث وهي دراما قصيرة لصالح منصة ديزني بلس من بطولة إسلي أنفار ومحمد جنسور وقصة المسلسل حول امرأة تكافح من أجل صديقتها والقصة هي من كتابة نوكات بشكتاشي ومن أشهر أعمالها السابقة مسلسل الهاوية وبابل والآن مع الريتنج الأسبوعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر